السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في التعبير الكتابي المهارة هي وصف شخص إذن بداية سنتعرف على نموذج لنص وصفي أو وصف لشخص من خلال وصف سيدة اسمها ماما آسيا أو يلقبها بماما واسمها آسيا الوديع إذن سنتعرف عليها من خلال هذا النص إذن لدينا ماما آسيا الوديع إذن اسمها كما قلنا هو آسيا الوديع سيدة وديعة جاوزت الستين قبل وفاتها متوسطة القامة قصيرة الشعر متأنية المشية باسمة المحية تشهد ملامح وجهها على طيبوبة أخلاقها وحبها للخير كانت ثابتة الخطى في نضالها ومكابدتها طوال حياتها دفاعا عن حقوق الضعفاء والبسطاء من الناس فحين بدأت عملها مشرفة على سجون الأحداث كانت تنتقل في ربوع المغرب للحصول على الدعم الضروري لفائدة نزلاء السجون ماديا ومعنويا كان نزلاء السجون يستطلعون قدومها كما يستطلع المرء قدوم أمه لما تغمرهم به من عناية وحنان وقدرة على تأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع إذن هذا هو النص فهو نص يصف السيدة آثية الوديع التي كان يلقبها السجنة بماما ويشعرون نحوها كأنها أم لهم إذن من الموصوف في النص إذن الموصوف طبعا هو السيدة آثية الوديع رحمها الله تعالى ثم ما الصفات التي ارتكز عليها الواصف إذن في هذا النص فتم التركيز على وصف اسمها وسنها إذن اسمها ماما آسية الوديع سيدة وديع جاوزت الستين ثم وصف شكلها إذن هي متوسطة القامة قصيرة الشعر وديع متأنية المشية باسمة المحية إلى غير ذلك أيضا وصف ما يلفت الانتباه إليها أو ما يميزها إذن تتميز بطيبوبة أخلاقها حبها للخير دفاعها عن الضعفاء إلى غير ذلك ومهنتها أيضا إذن هي مشرفة على سجون الأحداث إذن الأحداث هم السجناء أو الأحداث بشكل عام هم الذين لم يبلغوا بعد سن الثمانية عشر سنة سن الرشد وفي هذه الحالة فهم يعتبرون أطفال إذن كل شخص عمره أقل من ثمانية عشر سنة فهو يعتبر طفلا أو حداثا وإعادة إدماج السجناء إذن السجناء العاديين سواء كانوا أحداث أو غيرهم ثم وصف شعور نزل السجون تجاهها إذن هم يحبونها يحترمونها يقدرونها يستطلعون قدومها أن يتمنون ويترقبون مجيئها وتلقبوا بماما آسيا إذن الموصوف في النص كما قلنا هو السيدة آسيا الوديع والصفات التي ارتكز عليها الواصف هي اسمها وسنها وشكلها وما يلفت الانتباه إليها ومهنتها وكذا شعور نزلاء السجون تجاهها وقلنا على أن شعور نزلاء السجون تجاهها هو يشعرون نحوها بالحب والاحترام والتقدير إلى غير ذلك إذن أتدرب وأطبق أوضف المهارة لوصف شخص أصف أستاذي أو أستاذتي إذن هنا لدينا وصف أستاذة مجموعة من الصفات لدينا أستاذة نسرين في عقدها الرابع إذن هنا وصف الإسم والسن طويلة القامة نحيفة الجسم رشيقة أنيقة إذن هنا وصف الشكل إذن هنا وصف الشكل أحب أستاذة نسرين وأقدرها وأشعر بالأمان بجانبها إذن هنا شعور التلاميذ نحو الأستاذة ثم أيضا ما يلفت الانتباه إليها تحافظ على أناقتها واختيار ألوان ملابسها إذن هذه الأوصاف سندرجها في مكانها المناسب فيما يخص وصف الأستاذة إذن لدينا أستاذتي أستاذة نسرين سيدة في عقدها الرابع طويلة القامة نحيفة الجسم رشيقة أنيقة من خلال ملامحها الجميلة ووجهها الطلق تشعر بالأمان تحافظ أستاذتي على أناقتها واختيار ألوان ملابسها كلما أقبلت علينا داخل الساحة بمعطفها الأحمر وتنورتها السوداء الطويلة وقميصها الأبيض هفت قلوبنا إلى الاقتراب منها وكانت نظاراتها الكبيرة والمقبط الأحمر الذي تمسك به شعرها من أبرز ما يلفت النظر إليها أحب أستاذة نسرين وأقدرها وأشعر بالأمان بجانبها إذن هذا هو وصف الأستاذة ننتقل الآن لما يتعلق بالنشاط الموالي لدينا آصيف منظف الحي وهو يعمل بكل نشاط وإخلاص إذن كلنا نعرف منظف الحي أو عامل النظافة أو مهندس النظافة سنصفه في نص وصفي وهو يعمل بكل نشاط وإخلاص سنركز في وصفه على ذكر اسمه وسنه لدينا هنا بعض العناصر المساعدة عمي حسن كما نناديه رجل في العقد الرابع من عمره إلى غير ذلك سنصف شكله أيضا سنصف ما يلفت الانتباه إليه مهنته وحالته الاجتماعية وأيضا شعورنا نحوه ولدينا هنا بعض العناصر المساعدة أو الأساليب أو الرصيد المعجمي والجمل التي يمكن أن نوظفها في وصفنا لمنظف الحي إذن يمكن أن نعد وصفا لمنظف الحي مثل هذا النموذج الذي سأضعه رهن إشارتكم وهو فقط نموذج للاستئناس وليس نقل هذا النموذج حرفيا إذن عمي حسن كما نناديه نحن الأطفال رجل في العقد الرابع من عمره يعمل بكل جد وإخلاص تراه متوسط القامة نحيف الجسم سريع الحركة نشيطا في عمله والابتسامة لا تفارق محياه دائما يرتدي بذلته الزرقاء وقفازاته الجلدية الصفراء ويضع على رأسه قبعة تقيه حرارة الشمس يمتاز بصوته الجهوري الذي يعلن عن وصوله لا يتوقف عن الحركة بين أزقة الحي إنه منظف الحي وهو أب لثلاثة أطفال يدرسون معنا في نفس المدرسة وهم فخورون بمهنة أبيهم كل سكان الحي يحبون هذا الرجل ويقدرون عمله ويسهلون مأموريته إذن هذا نموذج لوصف منظف الحي وكما تلاحظون ذكرنا في هذا الوصف اسمه عم حسان كما نناديه نحن الأطفال وسنه رجل في العقد الرابع من عمره إذن العقد عدد سنوات العقد هو عشر سنوات وعندما نقول في العقد الرابع أي عمره حوالي أربعين سنة يعمل بكل جد وإخلاص تراه متوسط القامة إذن دبغا مصف الشكل دياله تراه متوسط القامة نحيف الجسم سريع الحركة نشيطا في عمله والابتسامة لا تفارق محياه دائما يرتدي بدلته الزرقاء وقفازاته الجلدية الصفراء ويضع على رأسه قبعة تقيه حرارة الشمس إذن أيضا ما يميزه أو ما يلفت الانتباه إليه يمتاز بصوته الجهوري الذي يعلن عن وصوله لا يتوقف عن الحركة بين أزقة الحي ثم مهنته إنه منظف الحي وحالته الاجتماعية وهو أب لثلاثة أطفال يدرسون معنا في نفس المدرسة وهم فخورون بمهنة أبيهم ثم أيضا شعورنا نحوه كل سكان الحي يحبون هذا الرجل ويقدرون عمله ويسهلون مأموريته إذن هذا نموذج لوصف منظف الحي أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله